الفقرة دي من الفقرات اللي أنا بحبها شخصياً وأعتقد أي حد بيحب النادي الأهلي أو أي حد بيحب أي حاجة حب دايماً يرجع بالنستالجيا ويعد يسمع كده القصص والكواليس اللي احنا مش كل الناس تعرفها مش كل الناس حضرتها والأمور اللي هي الداخلية اللي كانت بتحصل كل ده هنتكلم فيه على قد ما نقدر خيال الفقرة النهاردة مع الأستاذ محمد مصطفى مدير الوحدة الوثائقية بقناة النادي الأهلي صباح الهنة صباح النور أنا سعيدة جداً بجد تبقى فقرة ممتعة والفقرة دي ما بتكلمش فيها كتير أنا بعد أسمع لأن أنا عارفة أنت عندك يا أستاذ مصطفى يعني قصص وكواليس كتير جداً خلينا نبدأ كده سريعاً ونبدأ من الأول خالص وأسألك عن كواليس البطولات الكبيرة مع فرق النادي الأهلي والسكواد بقى على مدار التاريخ إيه المشاهد اللي أنت ممكن تحكيها لنا إيه الكواليس أنت ممكن تحكيها لنا عايز تختار كاس أمم أفريقي عايز تختار كاس العالم الأنداب راحتك بس أنا عايزة أعرف منك بعض القصص والكواليس كتير بتحصل وياريت لو الأجيال الأديمة كابتن صالح سليم كابتن خطيب الفترة دي هو طبعاً يعني مثلاً هو لو جداً نتكلم عن الحقيقة زي كده النهاردة مثلاً عشرين فبراير أعتقد من المناسبات الجميلة النهاردة ذكرى عيد ميلاد اتنين من كبار نجوم الأهلي الكابتن عماد متعب والكابتن محمود الجهري عشين فبراير عشين فبراير ده برج إيه؟ ده برج الدلو آه ممكن مش الدلو؟ والله ما أنا عارف تقريباً آه ممكن الدلو الجدي ولا الده؟ لا 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 الدلو الجدي لغاية عشرين يناير عشانا سبعتاشر يناير يالله مش هنختلف لا مهنا أنا سبعتاشر آه أوكي سبعتاشر الجدي من واحد وعشرين الدلو ميش شخصات قوية كده كده يعني بص كل مورجة هيقولك على نفسه أنا أعظم مورجة في التاريخ لا بس بجد دي حقيقة لا هو أعظم مورجين اللي هو يناير أعظم في شهرين يناير وأكتوبة أنت شايف كده؟ والأسد إيه طيب؟ ده ده الأسد كل سنة طبعا كابتن عمد متعب طيب من نجوم الكبار جدا ومن اللي عملوا علامة كبيرة وصاروا على تاريخ كبير مع النادي الأهل حقيقة عمد متعب مموذج راس الحربة يعني اللي هو العصري على فكرة يعني راس الحربة ممكن اللي النادي زي الأهل يحتاجون النهاردة نموذج عمد متعب يعني أنت أنا ممكن بيختارف عن ناس كثير في قصة راس الحربة ولازم يكون هدرز ولازم يكون معرفش إيه يعني أنا أقولك على حاجة كان فيه نموذج حسام حسن وفيه نموذج عمد متعب فالكرة الحديثة النموذج عمد متعب هو النموذج اللي نفسه شوفه في الأهل لأنه اللعب المتحرك اللعب اللي بيجيب أهداف في أي وقت اللعب اللي بيشتغل مع زميله اللعب متحرك جدا جدا حسن حسن أحسن مواجب صندوق شوفناه يعني وده أمر مختلف زي يعني الستايل اللي هو تحركاته كلها تسعين في الوية منها جوة الصندوق إنما عمد متعب ستايل حاجة غريبة جدا إن مصر بلدنا وعدد الأندية الكبير دوت وقطاعات الناشئين ما بيطلعش زي عمد متعب لغاية النارض من ساعة معتزمنا فيش حد زي عمد متعب ده من أفضل رسو الحرب اللي يجد وعلى فكرة الكابتن محمود الجوهري برضو اللي هو برضو ذكرى مولاده النهارد هو مريد سنة الثمانية وتلاتين الكابتن محمود الجوهري كان من أفضل المهاجمين في تاريخ مصر بولو تاريخ كبير في البطولات في البطولات الأفريقية وكده تاريخ عظيم تاريخ عظيم وكمان لو هنيجي على صعيد هنا البطولات خلينا أروح معاك تحديدا توجي الأهل بكاس السوبر الأفريقي كان المرة السادسة في تاريخه الأهل فاز على الصفاقسي لتونسي وقتها تلاتة اتنين الماشر عمر جمال جافي جنين أعتقد أفتكر مين؟ الناجي جده كان أنا فاكرة عمر جمال كان هدفين لعمر وهدف لجده لو أنا مش غلطان أه ممكن كان من المشد الماشر أفتكر كان في 2014 2014 2014 شوف أنت بس أقول حاجة هتلاقيها معنا كان عشرين فبراير 2014 2014 ده جده جده برضو كان من اللعيبة التقيلة قوي تقيلة آه بس جي متأخر جي متأخر جي متأخر جينا لعب كبير يعني ما كانش وبعدين قبل ما يجي لأهل عطول كان عمل بطولة كبيرة في كاس أمم 2010 وجايب خمس الهداف كلها كان جايبها في كان في نموذج زي جده في النموذج العالمي كان في سنة التسعين من منتخب إيطاليا كان في لعب اسمه سكيلاتشي كان دايما بينزل بديل في الآخر وجيبه جوان جاب ست جوان في البطولة دي وخلنا هدف في البطولة كاس العالم رغم أن إيطاليا ما خدش البطولة محمد نايج جده عمل نفس الأمر مع منتخب مصر في 2010 وجاب خمس أهداف كلهم في الآخر كان منزل بديل بس احنا في مصر خدت البطولة كان هدف وقتها تقريبا كان هدف البطولة كان هدف كاس أمم أفريقيا كاس أمم أفريقيا اللي احنا فوزنا بها في أنجولا فاكر اسم سكيلاتشي ده كنا بنقول ده في تسعين كان كاس الأمم أنا بكلم على سكيلاتشي اسكيلاتشي أخدها هدف كاس العالم ما هو بالزبدال لا نقصد كان نفس النموذج نموذج محمد كان لعب برضو وقتها ما كانش مشكلة اسكيلاتشي قبل البطولة ما كانش ما تتوقعش بس هو أدى أداء لا هو في البطولة كان مفاجأة البطولة تحس كان في أي وقتها زي جده ما كانش حده متوقع أن دايما ينزل في خمس مشروط في الدهائل أخيرة ويجيب هدف الفوز لمنتخب مصر حاجة كان زاهرة غريبة على فكرة ما يكده في حاجات غريبة يعني في لعيبة تظهر فجأة وتختفي يعني هل نكلم على سكيلاتشي هو ظهر وقت البطولة واختفى بعد البطولة يهو اختفى قبل البطولة ظهر في البطولة واختفى بعد البطولة ما مقلبه بقرر ما تفهمش وهو قبل البطولة ما كانش ما كان بديل هو كان في مكفة بطولية غريبة جدا فعلا مش كل اللعيب تعمل كده يعني أحيانا ما تبقى فيه ظوهر وبعني غريب أني لعيب معروف أن كل مطش هينزل لجيب جون وبرضو جيب جون والدفاع ما ينتبهش إليه ما حاببت ده يجده نفس القصة كل مطش نازل وهيجيب جون والناس مستنين يجيب جون ويجيبوا الجون يعني حتى متافع أنا مستنين أنه يجيب جون مفروض يكون في رقابة زيادة فيه حاجة معمولة ولغ بذلك يجيب جون بس نجده يكمل شوية صح طيب تعالى بقى نروح شوية برضو ليه زمان ونتكلم عن استعداداتنا ليه المباريات وأنا عارفة أن أنت برضو يعني ملمة بالأفكار أو ملمة بالكواليس اللي كانت بتحصل وقتها بتشوف أني فترة كانت الأفضل مع النادي الأهلي في فكرة الإعداد وفكرة القوة وفكرة القط اللبس والكواليس اللي كانت بتحصل فيها لأن مش كل الفترات ومش كل السكواد الموجود على مدار بقى الزمن ومدار الأجيال المختلفة بتبقى شبه بعض فاخدنا لورا شوية واخدنا يعني للتاريخ شوية بص روك على الحاجة زمان ما كانش في حاجة اسمها معسكرات يعني يعني أنا أقولك فيه وقاع مثلا في ده زمان ده بتتكلم على إمتى زمان ده كتير زمان ده لغاية لغاية يمكن ممكن تقولي التسعينات كمان مش مش ما كانش في حاجة اسمها معسكر يعني يعني كانت اللاعبة بتتجمع في النادي يوم المطش وتيجي على المطش حتى تبقى معسكر هلت المطش ونبات والقصص دي كلها مكانش موجودة بل إنه قبل كده بقى ما كانش كده كمان كان أحيان كان كل الفرق أنا النهاردة هنلعب مثلا أهلا هلعب مع التارسانة اللاعبة بتتقابل في لدي التارسانة في الملعب كل واحد بيجي بطريقته طب هل ده كان الأفضل اعتقد ده لأ يعني برضو الزمن بيتغير ده معنى كرة زمان ما كانتش معنى أننا جيب باص بقى ومعسكر ويباتوا في فندوق ويباتوا في النادي والقصة دي كل ده كانت تكاليفة عالية جدا والكرة ما كانتش زاد عائد مادي زي ما بيحصل بعد كده كانش فيه الكلام ده فكت اللاعبة بتيجي يعني أواكل على واقع فإحدى المشاط الآلي خسر لاني فيها تلعيبة جنب قبل الماتش بخمس دقائق على ما وصلوا موصلات ده حصل على فكرة وخسرنا كانت خسارة كبيرة اعتقد كانت تارسانة برضو كانت في 49 ده وقت كابت المصطفى رياد ده لا لا قبل مصطفى رياد كان فيه ثلاثة في التارسانة من السودان كان لعيبة كبار قوي منهم عدس محمددته مش منتذكر أول عسامي لكن كانت فرقة كبيرة قوي التارسانة التارسانة طول عبرها فكرة فرقة كبيرة ويعتبر كانت من فرقة اللي هي دربي قوي جدا مع الآله في القاهرة التارسانة لغاية تارسانة كابتن الشازلي وكابتن مصطفى رياد كلهم برضو كانت أسماء كبيرة وقعت كابتن مصطفى كابتن حسين عفوا كانت برضو قوية جدا وعفوا مصطفى رياد كانت قوية جدا لما راحوا اعتزل ورجع لهم تاني ده تقريبا في 77 اعتزل ورجعه وكابتن شازلي وكانت تارسانة مفروب تنزل درجة تانية بس كان لها تأثير كبير برضو الواقع دي حسب ما كنت بسمع لو أنت برضو عايز تحكيها كانوا نزلين درجة تارسانة كان خلاص بتنزل درجة تانية وده كان ما أسعدش نس كتير لانترسانة وقتها كانت بومين جدا كانت لها جمهور طبعا ولازال لها جمهور بس أغلبه كبير في السنة دلوقتي المهم انه زمان ما كانش فيه نظام المعسكرات ما كانش فيه كان الناس بتيجي على التدريب يتروح بتيجي على المطش ما كانش فيه حتى يعني مختلفة احنا بنرجع بقى بالنستالجا في كل حاجة المنشطات كانت مختلفة التغطية كانت مختلفة الناس كانت تروح تشتري الجرائد الرياضية والمجلات الرياضية علشان تتابع برضو بتشوف الفوارق بين زمانه دلوقتي ايه دلوقتي بقى فيه أنا عايز أعمل فرقا يا فرقا منشطة عشان أبيع ما كانش الدنيا كده ما فيش اللي بيحصل فعلا بس أنا عايزة أقول لك على السمع المعلومة الأول قبل ما أخش على دي موضوع الانتقالات كان فيه حاجة يسمعها بس موسي من الاستهلاك كل أربع سنين يعني مسلا مش كل سنة فيه انتقالات دلوقتي مش مركاتو بقى سيفي وشيتو يكر كل أربع سنين فكان مسلا يجي الناد الأهلي عنده لعيبة فكان يخبوهم مسلا في عزبة من عزبة الشريعي في أصفاء في المينيا وحاجة زي كده وكذا حتى لعيبة لزمالكة بتستخب يخبوهم في عزبة؟ يخبوهم اللي كان عنده حد ممكن يشغله في مكان زي أنا موقتلك في شرطة في بنك في حاجة كان هو دل إيه؟ ده مونة قلب وأنا هروح هناك عشان فلان هيشغلني في حتة فلان هي وعلى كده كانتش في حاجة تانية كانت دي الميزة اللي انت تأخذها لا لا أنا معرفش لأهلي عشان خاطر مثلا عندي شغل مثلا عبود باشا لما كان في الأهلي هروح في حتة معينة وهكذا هو ده هي ده المونة اللي كان عند الناس واحد تاني شغال في مكان تاني هياخذ في المكان معي الحتة دي خالص يعني مش موضوعنا ده مكانش مهده برضو حتى من القديم مكانش الدنيا زي دلوقتي بالنسبة للمنشتات يعني أقصد أقول مكانش الانتقالات سنوين أي مكانش الانتقالات يعني حتى بالكم الموجود دلوقتي كل نادي ممكن يجيب أي لعيف في المسم ده كل أربع سنين بس تمام الكلام ده تقريبا لغاية السبعينات وتلغى بعد كده أو لغاية الستانات وتلغى تمام وبقت الانتقالات عادية بقى وبرضو برضو برضو بيتغير أي حاجة كلام فارغ بالنسبة للمنشتات في التوقتات دي المتعة بقى في القراءة أو في العنوين الصحفية كان بسيطة جدا مكانش فيها الشرح اللي انت متشخيل ده ده دلوقتي يعني مثلا الأهلي فزع الزمالك أو الزمالك فزع للأهلي الأهلي فزع للترسانة مكانش فيها عاملين فرقعات مكانش فيه بيع بقى يعني منشتات عشان نبيع عشان نعمل تران مكانش فيه كلام ده هي كان بيبيع لوحدها لأنه هو هو أصلا مكانش فيه وسائل إعلام في الوقت ده للناس غير الصحافة التلفزيون مكانش بزع كل المتشاط يعني مثلا أقول لك على حاجة يمكن تقريبا في السبعينات كان لو كان الأهلي والزمالك بلعبوا في يومين مختلفين بيتزع المتش طب لو الاتنين أوهي مشاكل لك بيتزع يوم جمعة كل المتشاط كد يوم جمعة وتوقيت واحد ثلاثة الرابعة عدة المتشاط لو الأهلي بلعب في القاهرة المتشاط بتاعه ولا يتزع إذا مالك بلعب في الإسماعيلي يبقى ماتش الأهلي ولا يتزع في القاهرة الزوع اللي بعد الأهلي بلعب برقاهرة وإذا مالك بلعب في القاهرة ماتش الأهلي ولا يتزع هفكرتش كل المتشاط بتزع إلا لو مرة لزرف الماء زرف أمني إذا رفع أي حاجة بيحصل. إذا بلك بلعب السبت والأهل الجمعة المشينة هيتزيعه. غير كده كان ندرة نزعت المشينة. طيب أنا هروح فصل و هرجع بس هنجاوب على السؤال ده بعد ما نرجع. سفر بقى حضرتك وفكرة هنا سفرك بقى النادي الأهلي وتخطيتك لي المباريات. إزاي كنتم بتتبعاته بقى الأخبار وكانه طبعا وسائل تكتنولوجي وغيره. ما كانتش زي دلوقتي تماما. ده شابعت على طول بمسج أو بواتساب أو بإيميل حتى سريعا كل الأخبار واللي بيحصل أول بأول. فعايزين برد نخش في النقطة دي بس فاصل سريع جدا. ونرجع أكيد حدثنا ريسة مستمرة مع أستاذ محمد مصطفى. برحب بحضرتكم مرة كمان. نكون قم نتكلم عن الصحافة الرياضية وفكرة الصحفين اللي بينتقلوا مع الأندية وتحزيننا هنتكلم عن النادي الأهلي. وإزاي كانوا بيبعثوا بقى المعلومات والأخبار في زمن. ما كانش زمن ده كانش فيه سهولة زي دلوقتي. هل بقى كان لسه فيه الاعتماد على الفاكس والحاجات دي؟ خيانا نروح شوية للملفة. وكان الزمان الحاجات دي بتتبعت إما بالتليفون يعني مثلا بيتصل. ترانك بقى والحاجات دي؟ آه دي حقيقة. لما مثلا بره القاهرة كان بيتصل بالتليفون بيمال الجرنان الأخبار كذا كذا كذا. غير الناس اللي كانت ممكن أحيانا بتبقى إذا المطش متزيع بتتفرج عليه وبتغطيه. زي ما بيحصل دلوقتي. لو بره مصر بقى كانت بتبقى مشكلة كبيرة لأن كانت الاتصالات صعبة جدا جدا جدا. ممكن تروح مكان الراجل بتاع التليكس عشان يبعت رسالة بتاخد وقت جدا جدا عشان يتبيعت. فكانت في معاناة في الصحافة الرياضية في خارج مصر. النهاردة طبعا دي الانترنت. ده النهاردة أيضا. تغير الأمور دي كلها يعني. وعموما السحافة الرياضية زمان لما كانت بتغطي أخبار المطشاط كانت عبارة يعني ممكن تلاقي مطشاط الأهل والزمالك. والدولي كلهم حوالي ست مطشاط. مثلا لو إحنا بنلعب لو إحنا عندنا ست مطشاط في الأسبوع لو إتنشر فريق أو سبع مطشاط لو إربعتاشر وكذا. تلاقي هو كله على بعضه براجراف واحد. فاز الأهل على كذا كذا أحرصهم كذا فاز الزمالك على كذا. وقعد دي فترة كبيرة قوي. لكن أحيانا كانت النهائي الكاس أو نهائي كاس السلطان حسين أو المطش المهم في الدولي اللي هو بيه. كان بيتحكى فيه الكلام ده. دي معنى يعني مثلا الأهل لما لعب السكة الحديد سنة 24 و 14 و 41 اتحكى تفاصيل المطش. ده النهائي. لما مطشاط على طول مستمرة دي ما كانوش مدخمين المواضيع بالشكل دوت. حصل وقعة كبيرة في مطش باكت ممكن تتحكي. وقعة حصل وقعة شغب وقعة كده. بين كمان لما مثلا نتيجة كبيرة زي الأهل لما غالب زماجة 5 و 1 حصل ده 3 مرات في خلال 13 شهر. خمسة واحد مراتين وخمسة صفن مرة. لأ كانت بيتفرد لها تفاصيل. لما كان بيجي فريق من بره مصر بيلعب. وده كان كتير بيجي كان بيتفرد لها تفاصيل. وقت لما كمان كابتن صالح سليم قرر يلعب بالناشئين. ده برضو كان حدث كبير جدا. نرجع شوية ليه؟ لا هو كان الواقعة كانت كان في الوقت ده الكابتن جوريك مدير الفن النادي الأهلي. لما جاء كابتن محمود الجوهري كان في لعيف الأهلي كبيرة شوية محمد عباس طبعا موجود. حقا يرزع. فكان خد زي ما تقولي كده أكتر من إنزار بالشط. أخد ايه؟ أكتر من إنزار. إنزار بالشط. في الموسم ده أخد فرصة أخيرة وكان مدير الفن النادي الأهلي كابتن محمود السايس. الكابتن محمود السايس قدى تقرير أخير إنه مش ينفع يكمل فتح النادي الأصلي قرر بشط اللعيب يعني. جاء كابتن محمود الجوهري فحب يرجعه فمجلس النادي الأهلي رفض. هو أثر إنه هو يحاول يرجعه تاني. وحاول محاولات حسيسة وضغط وضغط بشكل اللي كان أوفر شوية. وكان ساعتها المشرف عام على الكرة في النادي الأهلي. أعود مجلس الإدارة كمان الكابتن حسن حمدي. كان الكابتن صالح في لندن. كابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم في رحل التقلاجه وكذا. كابتن محمود الجوهري رفض إنه هو يستسلم لقرار مجلس الإدارة. وبدأ يضغط على الكابتن الله يرحمه كمال حافظ ووكيل النادي. ووكيل النادي حاول يجب له قرار بالتمرين. نشوف حالي للموضوع ما أمكانش. سافر لألمانيا في المعسكر. ومن ألمانيا فضل برضو في محاولاته دي كلها. كان مع مدير الكرة جديد في الوقت ده كابتن هاني مصطفى الله يرحمه. الكابتن هاني مصطفى قال له لا ده قرار مجلس إدارة. وإحنا مش هنقدر النهما. فهو حاول حس إن الكابتن هاني مصطفى مش مشي معاه في اللوم بتاعه. وهي دي كانت الحتة بتاعة الكابتن نجور. الكابتن نجوري كان الله يرحمه. بيبقى عايز التيم كله رأي واحد معايا. غلط صح يعني دي كان دي كان دي كان دي أنا اللي كنت شفتها في الحاجة الكابتن نجوري كان هو بيحب يعمل كنترولينج على جميع. يعني ممكن كمان يعني مسلا كان هو مسلا اللي بيجيب اللبس. حتى لما راح المنتخب في 88 لما عادش ندرب منتخب مصر. وهو اللي يشرف على اللبس هو هو اللي يشرف على الأكل وهو شفتها. أقوى ما نشوه. أقوى ما نشوه. هو شخصيته كده يعني. أتشفيش شخصيته كده كده. فيه ناس ما بتحبش التيم وورك قوي يعني. يعني بيباليها رؤية. بيباليها رؤية معايا. هو عملوش في التيم وورك. خالص. أنا كله اشتقى لزمان عايزه خالص. فطبعا جي من لندن. جي من من المعاوض أسكر في ألمانيا. وهو زعلان إنه هو ما قدرش يرجع عمار عمس. لكن لإنه عارف كويس إن الموقف ده موقف مبادئ وموقف أخلاقي. ما قدرش يعلنه. فمجرد ما جاء كابتن حسن حمدي كامونش في حكورة بيتكلمه عن الاستعداد. كان نساتها هنلعب مع الزمالك دور التمانية في كاس مصر. كان المشارة تأجل والمطولة والأدوار النهائية في كاس مصر تأجلت. بسبب مشاركات منتخب مصر في تصفيات كاس العالم. اللي هو كان 86. فتأجل لبعد التصفيات. فكرة الحسن بيكلمه وانيعمل إيه كذا كذا. انفجر فيه وانتوا ما عملتوش ملعب التتش. وجاب له مشاكل تانية خالص. وانا مش عايز مدير كورة اللي هو كان حاني مصطفى. موضوع وصل لكده؟ هو بقى ايه. ما اتكلمش في الموضوع اللي هو بتاع محمد عباس. انه اعلم تماما ان دي مشكلة. انت بتدخل في قرار إداري. ما نكش فيه. انت ليك الملعب؟ لكن اللعب ده أخطأ خطأ إداري. ده ما بقاش تابعك. ده ما بقى تابع الإدارة. الناحية الفنية مش كل حاجة. على فكرة ده يمكن جزء من القيم اللي النادي الاهلي محافظ عليها حتى هذه اللحظة. لأنه بيكون فيه حساب. بيكون فيه يعني عقوبة كمان بشكل كبير جدا. وعقوبات راضعة. ده اللي بيخلي ان كل واحد عارف بيعمليه كويس في النادي الاهلي. محدش بقدر يخرج عن زي ما بتقال كده الطريق المرسوم. أو اللي رسم النادي الاهلي. وده جيل بقى وورا جيل ده بيسلم المبادل ونفس القيم. ده اللي احنا نعرفه. بالزبط. يعني السرامة دي على فكرة جابت نتاج جيد. بالزبط كده. فهو. وبعدين أعلن ده للصحافة كمان. فأصبح الموقف غريب. ده كده آه يعني. آه يعني هو حتى. وهو المشكلة ان الجواري تربية الاهلي. يعني ايه ابن الاهلي وفي النشئين الاهلي. طبعا طبعا. وشاف مواقف أكتر من كده في الاهلي. ورغم ذلك عمل كده يعني. وراح ماخد اللعيبة بتدرب بيهم في نادي الشمس. 16 لعيب من الفريق الفريستيم. كانوا على انتظار ان اللعيبة الدولين كانوا عشر. هيجوا من المغرب بعد مشاركة مع المغرب. طبعا الكابتن حسن حمدي حاول مع ما فيش فايدة. فبالاتفاق مع مجلس الإدارة. تولأ هو بدور الكور. محل كابتن هني مصطفى عشان يقدر ياخد قرارات. هو كمسرف ما يقدرش ياخد قرارات. مشرف هي ترفع قرارات المجلس الإدارة وتاخد ودعه 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 ودعه. ومجلس إدارة ياخد قراراته. إنما شوفي شوفي التنظيم الإداري في النادي الآلي. أنا عشان أخد قرارات سريعة لازم أكون مدير الكورة. ما طبعا ده اللي أنا كنت بتكلم عليه. لكن لو أنا مشرف على الكورة ما أقدرش أخدها الوحدي. لازم أرجع للإدارة. فيه سيستم. فيه سيستم. ماشي عشوائي يعني. فطلب إنه هو يكون هو مدير الكورة. وبناء أنا عليه اتصل بيوم. هتلعبوا لأ مش تلعبوا. أصدر متلع قرار بإيقاف الستاشر لعب. وشط بسبعة منهم. شط بسبعة من اللعيدة. هم نجوم دلوقتي كبارة على بك الموجودين يعني. فطبعا. أنا عارف الأسهم يعني كم إسمهم. أقدرش عارفهم كلهم يعني. والكابتن صالح من لندن أيد القرارات دي كلها. مص بطل المشهد كله بالكامل ده يعتبر الكابتن حسن. كابتن حسن حمز. كابتن حسن حمز. ورح مكلم الكابتن عدل طاعمة. كان مدير الفريق عشرين سنة. جاهز يجاهز. 1921 ساعتها. كان مهم دارك 21. يجاهز التيم. وكان ساعتها الفريق ده كمان. كان دائما الأهل المعسكرات الخارجية بتبقى الفريق الأول. والفريق اللي هو ال21 الكبير. كان هو كمان في ألمانيا. جاء عسكره في ألمانيا أول كمان. أنه تجهيز فريق هيلعب مع قدام الزمالك. فستطاع الراجل جاب مجموعة من فريقته. ومجموعة من فريق التسعتاشر. وعمل فرق أنها تلعب فين؟ تلعب هي اللي دي اللي هتلعب قدام الزمالك في كاس مصر. في الوقت ده طبعاً. بدأ اللعيبة واتصالات من كبار عضاء النادي اللي بدأت فوق. بالله هيلعب بالناشئين يعني العملية مش هم حد يعني. ولا همهم. اللي عنده مش هجيب نتيجة مع النادي الأهلي. يعني معنا أصحة ده ما ينفع. وبدأت الأمور تليني على اللعيبة وجمه اعتذروا في النادي. والجهري نفسه جاء اعترف الموضوع. يعني كبر على اللاشي. آه طبعاً. ورغم ذلك النادي الأهلي أصرع لأنه هيكمل بنافس اللعيبة. ولعبه مع الزمالك ماتشو كان. اعتقد هو ده اللي قدامنا. ثلاثة اتنين بتاع دور الثمانية. اللاعب الدوليين جات. ملعبش من الفريق الكبير غير كابتن أحمد شبير. هو الوحيد اللي استعام بيه من الفريق الكبير. وبقيت الليستة اللي هي كانت 16 لعيب ساعتها القايمة كلها من 21 وفريق 11 سنة. وكمل كسب الترسانة في السيمي فاينال وكسب إسماعيل في النائق. في الماتش الترسانة والإسماعيل لعب حوالي 4 أو 5. من الفريق من الدوليين. ويمكن شيئا غريبة في البطولة ديت. أنه اللي جاب الأهداف كلها رغم أن فيه لعيبة كبار لعبه في السيمي فاينال والنهائي. لعبة الناشئين. محدش من اللعبة الكبار جاب أهداف. يعني لعب مصطفى عبدو في النهاية وطهر أبو زيت في النهاية. فيه لعبة لعبة في النهاية بها خلاص لعبة لعبة الدوليين اللي جم من المغرب ورغم ذلك اللي جاب الأهداف كلها اللعبة الناشئين. المواقف دي يمكن التربوية اللي في تاريخ الآلي هي متكررة على فكرة ومتكررة بأشكال كتير. وممكن تجيبها مواقف من سنة عشرين تلاقي هي اللي اتكررت سنة يعني يقولك عا فيه مواقف سنة 22. فيه العيد كان في القالي سو محمود مختار سقر ده غير محمود مختار التيتش. أكيد أكيد. ومحمود مختار سقر كان مهندس كان في كلية الهندسة في الوقت ده ويمكن في حاجة كميان بعد سبع سنين هو اللي هيعمل أو ست سنين هو اللي هيعمل تطوير ملعب التيتش. اللي هو بقى ملعب التيتش أو ملعب الأمير فاروق ساعتها. وهي من المؤسورة الملكية لملعب الأمير فاروق في الوقت دوت. اللي هو ملعب التتشي بعد كده. هو نفسه كان محمود مختار صائري ده. فقاب يلعب ما كان مطشي مع نادي المختلط اللي هو الزمالك ساعتها. ففيه لعيب اسم محمد جابري في المختلط ضربه جامد. جامد قوي يعني. عن قصد يعني وقته. طب كان قصد. في وسط اللعب يعني هو داخل وسط اللعب ورح ضربه جامد. وقصد انه ضربه جامد. هو رح قيم ورح ضربه. في الوقت ده يعني الغلطان يعني اللي بدأ الغلط محمد جابري. ولكن رغم ذلك. دايما دايما بيحسب برد الفعل في الملاعب أكتر. النادي الآهلي أنظر محمود مختار صائر. وصحيفة المدمار في الوقت ده كتبت وقال ان هذا التصرف تصرف شريف ونبيل من النادي الآهلي. لأنه مع مكان ما ينفعش أنت تخط حقك بالشكل ده. رغم أن الغلطان مين؟ محمد جابري. ما فيش حاجة حصلت لمحمد جابري وقتها خالص؟ لا ما هو أصلي. بصي الخسونة دي انت خط حقك في الملاعب خط فاول. وهو ما تحسبش عليه أي حاجة؟ ما تحسب عليه فاول خلاص. الفكرة إيه؟ هو ضربك عن تعمد ماشي. بس هو تعاقب من الحكم. أنت بالشتيجة أنت تضربه خارج لبرة الكورة بقى يعني. طب تعالي كنا بعدها بحوالي 101 سنة. ما هي دي نفس نفس وقعت تعتبر الشيبي اللي هو طول المطشة عمال بيشتم حسين الشحات. الفكرة هو الشيطة مفاعلة. الشيطة مجامد. للأسف مشاهد. هي دي. الفكرة إيه؟ هي هو نفس المواقف. المواقف ما تغيرgio في 100 سنة هي هي. فعاد هوية في عهد احترافهم هي نفس المواقف ست trouverها مشي معاكي على طور. من بعض الناس يقول لك ماهر الوقت غير الوقت. لا الوقت مش غير الوقت. الأهلي في العشرينات غير أهلي في التلاثينات غير الأربعنات غير الخمسات غير النهاردة. ولكن هي نفس المواقف وهو الأهلي. وهنا بأخذ بطولات وهنا بأخذ بطولات وهنا بأخذ بطولات. المواقف دي هي شخصية النادي. انت ممكن تقول طب ما الاندية التانية يا أنا ماليش داعه. وانا لو انا عملت زي الاندية التانية مش ابقى لأهلي. ومش ابقى لأهلي بقيمتي دي. ومش اخدوا بطولات دي. انا يمكن باخد دامه كفأة على حاجات كتير قوي بتتعامل. يعني هولك على واقعة تانية. كان ابو الكرة المصرية حسين حجازي. سنة 28 ورفض يطلع يستلم المديلية بتاعة مديلية المركز التانية بكاسة طور حسين. فطلع اتنين من وجر وراء باية الفرقة. مرتلعوش استلموا مديلية. ففي اتنين لها هي بس هم مرتلعوش هادو المديليات. بتاعة الفرقة كلها وعندها اللي بيفرق المديلات دي مندوب الملك. مش اي حد. وانت عارف عن ايه مندوب الملك. زي ياور رئيس الجمهورية كده في كاس مصر. لا الموضوع مسهل يعني. احصل الكاس دي بالزات دي كاس باسم رئيس الدولة. ايه اللي حصل بقى بعدك؟ طيب. الكلام ده كان يوم جمعة تمام كده؟ يوم الثلاث كان معمول ايقاف لحسين حجاسي. ثلاث شهور. خذي بالك بقى من الموقف. ان في حاجتين غريبتين جدا. ان الجمعة اللي بعدها. ان انا المشي ده الجمعة. التلاتة توقف. الجمعة اللي بعدها هلعب نايا كاس مصر مع الزمالك. او مختلط في الوقت ده. ان انا خسرت كاس سلطان. وقفته وده احصل لعب في مصر. ابو الكرة المصرية. وهلعب بعد زمالك يوم الجمعة. وبعدها بشهر ونص. هروح المنتخب مصر هيلعب في الولمبياد. وكان في الوقت ده اللاعب اللي يتوقف في ناديه يتوقف في المنتخب. قصة على بعضها. رئيس النادي الايالي هو جعفر ولي باشا. ورئيس الاتحاد هو جعفر ولي باشا. انه هو في الحالتين وعنده مشكلة. ان انا هلعب ناقي كاس مصر من غير احصل لعب في التعامل. بس القيم قيم. ده اللي احنا عايزين نقول. وخسر كاس السلطان. وهيخذ ممكن يخسر كاس مصر. وهيرح في الولمبياد. هل يتوقف في تأثير على المنتخب اللي هو رئيس الاتحاد المجرد في المنتخب. بس ما عندناش حاجة كان اسمها معلش. مفيش كلام. مفيش كلام. حتى هذه اللحظة. على مدار سنوات طويلة جدا. احنا لسه نتمتع ومتمسكين من نفس القيم نفس النبادة. وزي ما انت قلت كابتن محمد أو استاذ محمد. هو ده النادي الاهلي. يعني ما فيش حاجة بتعدي. ما فيش غلطة بيتم التفاوت فيها. خد بالك انه لا يكسب هزبك في الكاس. من غير مخترت ايش. وكمان المنتخب في الوقت ده عمل اكبر انجاز في تاريخ الكرة المصرية. في الوقت ده لها خد رابع أولمبياد. ووقتها ما كانش في كاس عالم. فكالبطولة أولمبياد هي البطولة الأولى لكرة القدم في العالم قبل ما تتعامل كاسة العالم سنة 30 يعني أنا مش عايزة الحلقة تخلص والله يسمى ما يبلغوني الحلقة خلصت بس حرجع أقول تاني فكرة من أحلى الفقرات النوستالجية بتنوارنا دايما فيها وياريت ما يباش في غيبة إن أنا عارفة إن في كواليس وقصص كتيرة جدا حابين نسمعها من أقصد محمد نوارتنا بجد شكرا لك وأشكر حضراتكم على متابعاتنا نشوفكم بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وعشة الصبح في الأهلي